شكرا جزيلا طيب خلونا نروح بقى لما يدور خلف أسوار القلعة البيضاء خلونا نتكلم على المركات الصيفي المقبل خلونا نتكلم كمان على ملف التجديد في صفوف اللعيبة نادي الزمالك طيب خلونا نبدأ بخبر من الأخبار اللي هي تصدرت محركات البحث وكانت ترند بن شرقي في نادي الزمالك ايه اللي حصل ايه اللي بيحصل ايه الكواليس هذا الخبر أشرف بن شرقي في كواليس في النادي الزمالك ايه اللي حصل خلال الأيام الأخيرة كان فيه كلام كتير جدا النادي الزمالك دخل فيه مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي علشان يرجع مرة تانية لصفوف الفريق الأبيض بعد ما ينتهي عقده مع نادي الريان القطري المصادر بتؤكد لينا في رقم عشرة ان مجلس ادارة الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع بن شرقي بشكل مباشر المصادر قالت لينا كان هناك بعض الوكلاء تاني كان هناك بعض الوكلاء حاولوا ان هما يقربوا ما بين وجهات النظر ما بين الطرفين كانوا بيحاولوا ان هما يعملوا عملية جس لنبض اللاعب بعد ما يرحل عن صفوف الريان القطري مصادر بتأكد انه حتى الآن أشرف بن شرقي يملك عرض من الغرافة القطري وده هو الأقرب علشان يضم بن شرقي بس الأزمة في هذه الصفقة هو الراتب المطلوب من جانب اللاعب عشان هو طالب مبلغ أو رقم كبير ينظر هذا الأمر ينظر بتوقف المفاوضات ايه اللي حيحصل مصادر في النادي الزمالك أوضحت انه حتى الآن لم يتم التحرك بشكل رسمي في التفاوض مع أشرف بن شرقي لكن حال عدم توصل اللاعب لحل مع الغرافة القطري ووجهة نظر متقربة هيفكر الزمالك في الدخول في مفاوضات علشان يحل أو بعد حل أزمة القيد إذن هذا كل ما له صلة بالتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لسا نكملين في ملفات نادي الزمالك مسؤول نادي الزمالك فتحوا ملف التجديد للثنائي حراسة المرمى محمد عواد محمد صبحي حارسي الفريق خلال الفترة الحالية هناك رغبة قوية داخل الزمالك علشان يتم التجديد للثنائي محمد صبحي ومحمد عواد في ظل طبعا الرغبة في الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة نادي الزمالك عرض تجديد عقد عواد لمدة موسمين اتنين مع زيادة قدرها خمسة في المية في العقد نفس الأمر بالنسبة لمحمد صبحي في عندنا كمان من الأخبار المهمة مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيقول ان مهاب ياسر لاعب الأبيض هيخضع لاختبار طبي قبل مران الغد علشان يتم تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفارس الأبيض ده ليه علشان طبعا زي ما احنا عارفين نوع اللاعب تعرض لإصابة بكادمة قوية في الكاحل خلال مباراة النصر الودية اللي اقيمت يوم الثلاث الماضي على ملعب النادي وكان فاز في الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد المصدر بيوضح ان اللاعب حصل على راحة من ودية البنك الأهلي اللي تلعبت امبارح وخوض تدريبات تأهلية على هامش اللقاء علشان يتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية وده خلال الفترة المقبلة النادي الزمالك بيستعد لخوض مباراة سيراميكا كيلو باترا المقرر لها ان شاء الله يوم 14 يونيو الحالي واللي هي طبعا المطش المؤجل من الجولة 11 في مصابقة الدوري الممتاز لكرة القدم